انقلبت حياة هذه المرأة رأسا على عقب نبرة تعكس الأوجاع التي تكبدها بعد أن فقدت زوجها وولديها وبيتها أصبحت نزحة هي ومن بقي من أبنائها ألغام من مخلفات الحرب التي باتت تشكلها جسا تطارد المدنيين سلبتها أولا زوجها ثم ولديها مرورا بمنزلها التي حاولت الميليشيات تسلغيمة ورحلة نزوح بدأتها للهروب من الجحيم الحثي أصلا في هناك حواتي ما منعهم طريق ديك ممنوع لف طريقه ثاني هاربوا منهم ونقالوا لو قزعتيني شنوخوضا قيلك ثاني مرة لو قزعتيني بدل طريقه من سنة حيس سنة مشعينة لفهم كده أطلع على مقسر داس على لو لم تستطع هذه المرأة المكلومة تحمل الفاجعة فسقطت مخشيا عليها ودخلت في غيبوبة لم تفق منها إلا بعد عدة أيام لتواجه هذا الواقع المر قلت لما داما مردوا شي من التامس كأنهم ماتوا خلاصة وقفلت ما عادشي ما عادشي بقيت بذاكرة حاجي بقيت ببقيرة بس كان يهزفوا لي يأتي الناس عندي بوسوني بوسوا يالواني زنم عليهم لم تنتهي مأساة المرأة عند هذا الحد لتتفاجأ بميليشيات الإرهاب التي أتت إلى منزلها لتزرعه بالألغام فكان لابد من النزوح إلى قطابه قصة حق شهر ونسنة هدنوني هتم حواتك اللحنية اللبرة لننزحهم أخرجي قلت لهم أنا شفتي لغم تحت كدافة تحت القدر قلت لهم مثل لغم هنا كفاية النزوح يراح وثين عيال ونتبع بذلك لا يختلف اثنان أن الحوثي قد تسبب لهذه الرقعة الجغرافية من اليمن تحديدا في الساحل الغربي بمعاناة تجدها حيثما حطيت الرحالك وأينما وليت ترجمة نانسي قنقر